ترهل كبير تعاني أغلب المؤسسات الحكومية منه في عدد الموظفين ويعد تقليص الهياكل الإدارية التي دعا إليها رئيس الوزراء الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف أربعة ملايين ونصف المليون موظف يعملون في القطاع الحكومي ولا تزيد إنتاجية الفرد الواحد منهم بحسب متخصصين عن سبعة عشرة دقيقة أو أكثر من ذلك بقليل في ثمان ساعات عمل مفترضة يوميا دعت الجهات المختصة إلى التفكير مليا في اعتماد آليات جديدة للقضاء على الترهل الوظيفي هناك مشاكل في بعض الوزارات وفي بعض التشكيلات والجهات الحكومية الأخرى هناك انصحت التسمية تهدل كبير في الكادر أو ترهل في الكادر الوظيفي أعداد كثيرة في مكان وندرة أو حاجة في مكان آخر الهدف من هذا القرار هو إعادة التوزيع إعادة توزيع الموظفين والكادر الوظيفي والخبرات اعتمادا على الاختصاص هذه ليست المرة الأولى التي تبحث فيها الحكومة موضوع تقليص وترشيد الهيكل الإدارية لمؤسسات الدولة إذ سبق وأنشكلت نحو عشرين لجنة لدراسة هذا الأمر في العام 2014 وبمختلف الوزارات يفضل أن المجلس النواب يفوض السيد الرئيس المجلس الوزراء على موضوع يعطوه توفيض في عملية إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية دوائرنا تعاني من تراخل كبير في التشكيلات الإدارية خصوصا يعني موضوع عطينا صلاحية للوزراء في إمكانية استحداث أقسام وشعب فصار عملية الاستحداث بدون الرجوع إلى جهة فنية نحتاج إلى دراسة جادة إلى عادة نظر حقيقية بهذا الوضع هذه العادة نظر لا تقتصر فقط على ما هو موجود اليوم حقيقة في مؤسسات الدولة لأننا نحتاج إلى دراسة السوق وتحديد الاختصاصات التي يحتاجها السوق من الاختصاصات العلمية نعيد النظر بسياسات التعليم ومخرجات التعليم بشكل عام سواء كان التعليم الحكومي أو التعليم الأهلي ويرى متخصصون أن عملية الترشيق الإداري والهيكلي لمؤسسات الدولة قد يحتاج إلى فترة زمنية تمتد ما بين ستة أشهر إلى سنة واحدة لإحداث التغيير المنشوط من داخل مبنى وزارة التخطيط مويد الفرطوسي العراقية الإخبارية أغداد